بهدف تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتاهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة فقد أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة برنامج موهبة الإثرائي الصيفي في المنطقة الشرقية برنامج موهبة الإثرائي الذي انطلق قبل أيام في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام من البرامج الصيفية المهمة التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في عدد من مناطق المملكة هذه برامج لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع يمارس فيها الطالب الجوانب العلمية والمهارية والاجتماعية وكافة المهارات التي تسمى المهارات الناعمة الطلاب بفطرتهم موهوبين وطالب الموهوب دائما لديه مساحة ومرونة وهامش يتحرك فيه أكثر من غيره يقوم برنامج موهبة بتبني الطلاب الموهوبين من خلال الربط بين الدروس النظرية والتطبيق العملي لتأهيل علماء المستقبل وتحديد هوياتهم في مراحل مبكرة وفي مختلف المجالات رأينا أيضا مدى الحرص على تنمية قدرات الشباب والشباب أساسا هم موهوبين تم تجاوز الاختبارات موهبة والآن نرى النمو المتسارع في قدراتهم البرنامج يتيح لك فرصة أن تختار تخصص لديك فرص ثلاث سنوات أن تختارها مجال هندسة أو مجال الطب أو مجال تشفير المعلومات علمنا نصبر وعلمنا شلون نتحمل الضغوط النفسية يسعى برنامج موهبة لبناء قاعدة من المبدعين وبناء مجتمع موهوب يساهم في تنمية الوطن محمد الحمادي الدمام